في هذا الفيديو سنعطيكم معلومات كيف تقرأوا الملسق الغذائي خاصة إذا تنزلوا على السوبر ماركت وحبيوا لتقارنوا بين المنتجات وتختاروا المنتجات الأقل بالدهون والأقل بالسكر كمان هذا كثير بيساعد الأشخاص اللي عم بعملوا حميات لما بدنا نشتري مثلا بسكوت لنشتري حبوب إفطار نختار الأنواع المناسبة لإلها عشو لازم نتطلع بالملسق الغذائي؟ أول إشي بدنا نعرفه أدي حجم الحصة يعني المعلومات المكتوبة الغذائية اللي بتكون مكتوبة لأديش محصة غذائية عم تحكي عنها يعني مثلا إذا جينا على هذا المثال سيرفينج سايز نص كوب سيرفينج كونتينر أو بير كونتينر فيه أربعة يعني هون عم بيحكونا المعلومات الغذائية للنص كوب وهذه العبوة فيها تقريبا كوبين يعني أربع حصص فهذا كتير مهم خاصة لما بدنا نشتري المشروبات الغازية أو العصائر بكل مرات عادة بكتبونا إنه المعلومات الغذائية للميت ملي هلا عادة إحنا ما بنشرب فقط ميت ملي كمية صغيرة أقل إشي بدنا نشرب كوب 3-4 كوب نفرض 200 ملي كان كوب صغير فإذا كان عندنا مكتوب إنه السعرات الحرارية 50 كالوري فهاي الخمسين للميت ملي بس إذا بدك تنتبه إنت أديه عم تشرب لأنه مش نحكي إنه هذا المنتج أو هذا العصير هيه قليل بسعرات الحرارية إذا إنت عم تشرب 200 ملي تقريبا كوب صغير رح تاخد ميت صعرة حرارية ونفس الشي بدنا نضاعف كمية السكر الموجودة إذا أول إشي بدنا نطلع عليه قدي حجم الحصة يعني المعلومات الغذائية لكمية الحصة المذكورة عندنا ثاني إشي بدنا نطلع عليه اللي هي قدي عندنا كمية سكر بالمنتج الغذائي هلا في عندنا هون العبوة هاي مشروب مثلا عندنا قدي مجموعة عندنا شويات وهون سكر هون مكتوب 46 جرام وهون 46 جرام هلا ليش لأنه السكر يعتبر بين النشويات بس مش إنه إحنا عندنا ضعف الكمية مش إنه عندنا 80 جرام من النشويات عندنا 46 جرام من النشويات وكل هاي النشويات عبارة عن سكر يعني عندنا 46 جرام من السكر هلا عشان نعرف إحنا كل تقريبا 4 جرام من السكر عبارة عن معلقة صغيرة من السكر يعني هون عم نحكي على سكر مضاف شو يعني سكر مضاف؟ يعني سكر مش موجود أصلا بالمنتج يعني لما نحكي على شوفان هذا نشويات مش ضايفين له سكر مضاف بس إذا عندنا شوفان وحطينا عليه علقتين سكر بحسب لك قدي نشويات وقدي في عندنا سكر مضاف وهذا السكر المضاف اللي إحنا لازم نقلل منه عشان نحافظ على صحتنا وعوزنا خاصة لمرضى السكري والدهنيات على سيرة الدهنيات كمان لازم ننتبه قدي عندنا جهون يعني هذا المنتج اللي هو نص كوب فيه 3 جرام جهون هلا برجعوا بصير فيه عندنا تفصيلات تحتها يعني 3 جرام جهون كلها جهون ما فيه دهون مشبعة ولا فيه كوليسترول فهذا إشي كتير منيح الدهون المشبعة اللي هي ساتوريتد فات وهاي الدهون لازم نقلل منها لنقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وغيرها من المشاكل فيه إشي تاني لازم ننتبه عليه اللي هو الترانس فات الترانس فات هاي منسميها الدهون المتحولة وهاي يفضل تكون صفر بالمنتج الغذائي خاصة لأنواع البسكوت وهي الأشياء وكمان نقلل من كمية الكوليسترول إيش التاني لنطلع عليه كمان عندنا الالياف كلما كانت الألياف أعلى كلما كان أفضل وهي تنزل تحت النشويات يعني عندنا هون 13 جرام نشويات منها 3 جرام ألياف ومنها 3 جرام سكر من 13 جرام 3 جرام ألياف يعتبر كمية مناسبة كلما كان كمية الألياف أحسن كلما كان أفضل يعني إذا اشترينا منتج غذائي نوعين من حبوب الإفار لقينا واحد بالنص كوب مثلا فيه 4 جرام ألياف والتاني في النص كوب فيه عندنا 6 جرام ألياف بروح على الـ 6 جرام ألياف وبروح على المنتج اللي فيه أقل بكمية السكر إيش التاني كتير مهم عندنا الصوديوم الملح الملح بالمنتج لازم يكون أقليل خاصة لمرضى الضغط كلما كان أقل من 140 ميلي جرام يعتبر المنتج هذا أليل بالصوديوم وبالنسبة للدهون المنتجات اللي بتكون فيها 3 جرام دهون فما دون يعتبر أليل جدا بالدهون فهذا بيساعدنا نختار المنتج بطريقة صحية إيش التاني من نطلع عليه أديع في عندنا فيتامين زمعادن وأديع الكمية بتعطينا يعني إذا كان هون مثلا عندنا هذا المنتج في عندنا فيتامين A 80% كالسيوم 4% هلا إذا كان عنا الرقم ما بين 5% فما دون يعتبر أليل يعني هذا المنتج أليل بالكالسيوم بيعطينا فقط 4% من احتياجاتنا اليومية على حساب 2000 سعر حرارية ولكن إذا أخدنا المنتج ما بين 10% 19% يعتبر جيد إذا كان فوق العشرين زي عنا هذا المنتج عالي بالفيتامين A عالي بالفيتامين C فيعتبر مصدر جيد أو ممتاز نقدر نحكي بفيتامين C أو A عم يعطينا 80% من احتياجاتنا من فيتامين A لألفين سعر حرارية وهون بيعطينا 60% من احتياجاتنا فعشان هيك لازم ننتبه على المنزق الغذائي إشي أخير لازم نحكي عنه اللي هو في بعض المنتجات في إشي بنسميه ستار ريتنج يعني بيكون عنا زي الإشارة الضوئية إذا متلاحظوا هذا المنتج كله بالأخضر يعني كله عم يعطينا هون عم يعطينا كالوريز قليلة هون بالكيلوجول الوحدة قليل بالملح قليل بالسكر قليل جدا بالسوديوم وعالي بالألياف فهون حطينا 5 ستارز إنه كله ممتاز مرات بيكون عنا أحمر أصفر أخضر إذا أحمر يعني عالي جدا أخضر ممتاز أصفر بيكون مهتدل هاي كل المعلومات اللي بتقدروا تستفيدوا منها لقراءة الملسق الغذائي إذا كان عندكم أي ملاحظات أو كومنت تقدروا تكتبوها تحت الفيديو وكمان استنونا بفيديو تاني عشان تستفيدوا من المعلومات الغذائية اللي بتساعدكم لتنزلوا من وزنكم